من جانبه قال وزير خارجية كبروس يوانيس كاسوليدس إن العلاقات المصرية الكبروسية راسخة خاصة على الصعيد الاسراتيجي مؤكدا أن مصر تلعب دورا جوهريا في ليبيا وتبذل الجهود كافة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بما في ذلك في قطاع غزة وحول استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كافة 27 والمكرر عقده في نوفمبر المقبل بشارم الشيخ قال الوزير الكبروسي إن مصر تعد نموذجا رائعا في المنطقة في هذا الإطار إنني أشعر باقتناع كامل وبرضة حول هذه العلاقات ومدى تقدمها وخاصة أنها علاقات في واقع الأمر راسخة وخاصة حينما يتعلق الأمر بفكرة العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين كما ذكرت من قبل أننا ننظر في الرؤية القبرصية وخاصة في إطار مجموعة العمل المشترك بين الطرفين من أجل تحقيق ما نسعى إليه دوما